اقول لك ابرز اللعيبة اللي في منتخب مصر الولمبي وبيلعبوا فين عشان تفهم معايا احنا رايحين فين يلا بنا الاهلي عنده حمزة علاء وكريم الدبيس يمكن الاتنين دول ممكن ما بيشاركوش مع الاهلي كتير وان كان يعني ايه الاه لو حاب قالك ايه مثلا حمزة علاء ده حارس بديل مهم وكريم الدبيس ده مهم وانا عندي عالي معلوم مصاب حتى لو ما بيش اكشب بس ممكن استخدمه وطبعا احمد نبيل كوكا اللي هو لعب شبه اساسي مع النادي الاهلي الزمالك عنده حسام عبد المجيد ومحمد الشحاتة واعتقد ممكن فيه لعب او اتنين كمان بيرامدز عنده محمود صابر وابراهيم عادل الزمالك اعتقد عنده زياد كمال كمان يبقوا اكدول يا شباب لو احنا عندنا المعلومة بيرامدز محمود صابر وابراهيم عادل وانبي احمد نادر حواش او عندهم زياد كمال الزمالك انبي عنده احمد نادر حواش ومحمد حمدي زد عنده أحمد عاطف ومصطفى سعد الإسماعيلي عنده عمر الساعي سراميكا كليوباترا عنده علي الجابري في تاني بلدات المحلة عنده حسام أشرف والبنك الأعلي عنده حسام فيصل والمصري عنده أحمد عيد كلهم لعيبة مؤسرة في فرقهم كلهم عندهم لعيبة مؤسرة في فرقهم طيب دول اللعيبة الأساسيين في المنتخب الانبيل اللهم متع سنة 23 سنة والتنازل طيب مين مرشح من اللاعبين الكبار يبقى موجود في المنتخب الأولمبي مثلا مركز معاي مثلا الأسماء الأبرز مين محمد عبد المنعم إمام عشور محمد الشناوي زيزو قولي هيتسابوا ولا لأ هيتسابوا ولا لأ أنا عارف إنها هيبقى فيها حكايات ومناقشات هتقولي يا كريم أنت بتسبق ليه هقولك مذاكر أنا يا مذاكر أنا الكتاب بتاع الكرة المصرية كله حافظوا صام إحنا والإنبياد باريس هتقام في الفترة ما بين 26 يوليو لحد 11 من شهر أغسطس تعال أقولك الفترة دي هيتلاعي فيها مباريات إيه في الدوري بالنسبة تحديداً للأهلي والزمالك وبراملز يلا يا شباب ومباقي الأندية يعني مصري والأهلي دي المباريات اللي هتقام أثناء الأولمبيات المصري والأهلي الزمالك وبراملز الآهلي والسيراميكا كليوباترا المقاول العرب والزمالك الزمالك وإنبي الآهلي والمقاولون زد والزمالك وإيه كمان سموحة والأهلي والأهلي وزد الآهلي والبنك الآهلي الزمالك والجونة وبرامد زوفاركو فهمت؟ مشيت معايا الطريق فهمت؟ احنا رايحين فين؟ ارجوكم يا جماعة من بدري بدري اهو منتخب مصر للناشئين اهم من اي نادي هتقول لي يا كريم ما انا كنادي مفروض ادور على مصلحتي برضو هقولك والله صح بس ما شاء الله قايمة مليانة ما تجيش بقى على لعب ولا اتنين وتقول لي ما اخسر الدوري ولا هكسب الدوري ولا ههبط ولا مش ههبط عشانهم حتى لو اللعبة دي مهمة جدا انا بقول لكم الحاجات اللي بتدور في الكواليس لسه ده ما طلعش للنور لسه الحكايات دي ما طلعتش للنور بس هتطل فبدري بدري حبيت اتكلم عنها طيب